تتصدر سوريا قائمة الدول من حيث القرارات الحكومية الاقتصادية فالواقع الاقتصادي في سوريا اثبت ان هذه القرارات تصلح جدا لخلق حالة جدلية فقط نهاية 2023 اقرى مجلس الشعب موازنة 2024 بمبلغ 35500 مليار ليرة سورية كانت نسبة الانفاق الجاري فيها اعلى بكثير من الانفاق الاستثماري الامر الذي خلق جدلا واسع لدى خبراء الاقتصاد في الشارع السوري حول ان الموازنة انكماشية ليست توسعية بالخطف خلفا كلنا يعلم الجدل الذي اثرته منصة المستوردات التي ظهرت عام 2021 من خلال قرار مركزي 1070 بهدف تثبيت سعر الصرف فبحسب مطلعين ومعنيين بالقرار ما كان عليه تجاوز مدة ستة اشهر الا انه مدد لسنة ونصف وبعد مطالبات عدة لالغاء المنصة استجاب المركزي بالقرار رقم 970 الذي لم يكن سوى تخفيفا من امتدادات المنصة وتدخلها بعمليات الاستراد الامر الذي زاد حيرة التجار والصناعيين الذين اكد المركزي مشاركتهم بمثل هذه القرارات فما كان منهم الا المطالبة بالغاء المنصة مجددا ليصدر المركزي القرار رقم 1130 الذي ابقى على التعامل مع شركات الصرافة معضلة الصناعيين والتجار الذين طالبوا بالتمويل من خلالهم دون الرجوع اليها يقول المركزي قرار منصة المستوردات جاء لدفع العملية الانتاجية ومنح مرونة اكبر لتطوير قطاع الانتاج وهو الخطاب نفسه الذي القاه عند اصدار القرارين رقم 20 و21 لعام 2024 حول تنظيم وتسديد تعهدات اعادة القطع الاجنبية الناجمة عن التصدير والذين ما لبثا اياما عدة من صدورهما حتى عدل المركزي ردة فعله الاولى بالقرار رقم 60 كردة فعلا ثانية مرونة عالية يظهرها المركزي وباقي المؤسسات الحكومية في التخلي عن قرارات لم تكن سوى ردود افعال وانتقاء اخرى سيغيرها مجددا لتكون القرارات الاقتصادية والمالية في سوريا بحسب مطلعين تصدر عن سبق اصرار وترصد لهدم ما تبقى من الاقتصاد الوطني